وخلال كلمة لها أثنت وزيرة التخطيط هالا السعيد على دور المرأة المصرية في موجهة جائحة كورونا مديفة أنها من أكثر الفئات تحملاً لتبعات جائحة رصدت أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعم للمرأة المصرية حتى الآن قامت بها الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة فكانت مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تصدر ورقة سياسات بشأن وضع المرأة خلال جائحة كورونا وأليات رصد ومتابعة تأثير الوباء وأصفرت الجهود والإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية عن تصنيف مصر في المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال فترة الجائحة